موسيقى عسيما ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ستار تايم نجمة الحلقة اليوم ممثلة واعلمية انه راح ببارشة بهدي صليح ولا صالح حمد هدي صليح و صليح قلت احنا في توس ما عدنير صليح او شنقول هو ببا اسمه صليح اما بسك في الخليج ما ينطقوش ما يقولوش صليح كيفنا نحنا دوك قلو صليح دوك هدي صلاح وفي التونس هدي صليح صليح اوكي بي هدي انتي ممثلة في الخليج واعلمية في روتانا خليجية متخرجة من جامعة الشرقة قارية اختصاص اعلام وتقرأ بزنس زيدا كمالت قرأتي في الاعلام وبعد شكا حاسيت مخي نحب نعمل حاجات في الكوميرس وكل شاي قلت عليش ما نقراش نعم ونروحي او ريزي عندك انتي بزنس ولا حاجة حبيت انت تفهم دافيري مع المقدمة عاليش كما تعرف الفن مع انت ممكن ساعات مهوش مضمون في الدنيا مع انت دونكيز مكتعم الحاجة باش تعاون بها روحك مثلت في اعمال اماراتية اعمال كويتية اعمال خليجية فيها اللهجة البيضاء يعني لتجمع كل لغات الخليج عندك ستاشن مسلسل حسب التقريب في رسيدك منهم حبر العيون عطر الجنة قلوب حائرة جنون المال نجمة الخليج ابلا نورة مع سيدة الشيشة الخليجية حياة الفهد اعملت مسلسل في تونس ماليحة مسلسل بدوي اسمه توم الغرة مسلسل محال اللي تعادته على الام بي سي دراما فهو مجموعة كثيرة من الاعمال اللي قدمت هده فما مثال عربي يقول مطرب والحي لا يطربه عليش قلت المثال هيدا قول انت علي على خاتر منش تخدم في دراما تونسية وليد في الخليج مطلوبة يعني كيما نقولو احنا هنت سابري في مصر يعني تبركالا احنا نتبع فيك وانا پرسونيلمان يعني ديما نلقاوك في المسلسلات لكل الدرامية اللي في الخليج ليه ميش الكل في تونس يعني وليد مطلوبة كل سيزان عندك مسلسلات حتر استنست انا كي نقعد ما نخدمش مسلسل مع انت مغال ما ونطعب خدمت عامنا والاربع مسلسلات خدمت مسلسل في تونس كيما قوتلك مليحة ومن بعد ما ما كان مليش انت في الكاريير متاعك قادي عندك توا مدة من عام الفين واربع تقريبا الفين واربع عندك كان مليحة ما عندوش برشا وان شاء الله سني بش نعود التجربة ان شاء الله كان ربي سهل مع المنتج اللي يحبوا برشا نجيب عياد وشو كون موجودة ان شاء الله سني في دراما تونسية بعد مسلسل مليحة ما جوكوش عروض ما كلمك حت بصراحة انا الفترة اللي بعد مليحة جيت بعد مع انت بابا توفى ومع انت معتش نجي برشا لتونس كيما قبل بعضت شوية وتليت كما قوتلك في الدراما الخليجية اختصت برشا في الدراما الخليجية دونك بعضت شوية لتونس به على ما مخترتش كيما ناس الكل اللي مشيت المصر كيما زميليتين ومثلات كانت بيديتهم في تونس ومبعد مشيوا لمصر انا من الدبيو متاعي كنت في الخليج ومخترتش اينا قد قلت اينا طوابش نوالي فانينا لي كنت نكمل في قرائتي كنت نحب نكون مذيعة اخبار سمحني بشان قاس عليك هوداي احكي للعبيد كيفاش انت تعيش في دبي يعني توما كنتوا عايشين غاديكا مشيت انتي تقرأ انا مشيت مع عائلتي كنت نمشي ديما في الفاكانس ومبعدك عجبتني البلد عندك شكون في عائلتك يعيش وغادي ولا هم يعيش وغاديكا كنت اختي ورجلها ومبعدك العائلة الكل والتي تغاديكا اللي يعجبني كنت نمشي عن فاكانس كنت حاجة الضحك على الاخر كنت نشوف يقرأوا في الاكل يلبسوا يونيفورم ويجي البوس يهزك ويروح بيك وتقرأ من الثمانية الماضي ساعة دونك بغابورل تونس اسمح ليها لقناة في الفاك ايديا للي ايديا في الاكل في السجون دير معانتها معانتها بغابورل تونس يعود تقوم السبعة بتاع السباح وتقرح تكش للستة وتمشي وتجي عجبني جاو انجي نغال دونك قلت لها ممار اني نحب نقعد في دبي خمد شوية قاتل عليش ليمشي تقعت نقرأ جيكا دبي ناشونال سكول قريد ومبعد تدخلت الاعلام كنت نحب نكون مديعة اخبار اول ما مشيت عملت كاستينج نحب نكون مديعة اخبار كنا نعمل تدريب في دبي تيفي من جامعة الشرقة كمشيت نحب نعمل كاستينج مديعة اخبار كنت وقتها صغيرة قالوا لي وجهك بيبي فايس ما تنفعش في الوقت اذك بش تكون مديعة اخبار اذي كان عام 2003 تقريبا يا اخي بعدت على ما عادش نخام في الحكاية هذي الوقت اللي كنا نعمل في تدريب في دبي تيفي اقترح علي حد من المسؤولين في التلفزة برنامج اسمه لنك كنا خمسة مديعين صغار نقدم كل ما يخص الشبيب في دبي برنامج هذي قعد بريود ومبعد قص مبعدها رجعت لدبي تيفي برنامج خمسة اللي هو تعرف بالكدي بالكدي احكي لنا اكثر على برنامج خمسة يمكن فما برش عبيد ما تتابعوه شنو الموضوع متى اوكين برنامج خمسة وقت اللي انا دخلت برنامج لنك وقتها جيتني العروض متى التمثيل كان اول مسلسل اسمه نجمة الخليج مع هيفا حسين قبل هيفا حسين قدمت مسرحية اسمها صحة النومي عرب مع سيد الشيشة الخليجية حياة الفهد ومجموعة كبيرة من نجوم الخليج وقتها شيتني المنتج باسم عبدالامير قالي عندي مسلسل وحشتي ببرشة مجموعة كبيرة من الشخصيات ببنيت عنده في المسلسل دونك ما كانش دوري كبير برشة بصراحة كان اينا نعتبرو كمبارس اللي لصلتوا توا نعتبرو كمبارس حات اللي سلتوا توا معانتها بغاباغ اللي سلتوا توا معانتها اينا نعتبرو الدور كان كمبارس في وقتها ووقت اللي نصور في نجمة الخليج كان معانا ممثل سعودي معروف على اللخر اسمه عبدالمحسن النمر شيفني ديقي وعجبوا معانتها كيفيش اينا تليجينيك قالي عندي مسلسل اسمه جنون الميل علش ما تجيش معانا مستحقين الشخصية كيما شخصيتك انش بالضبط دونك من نجمة الخليج الجنون الميل من دور كمبارس دخلت في دور خمساشن حلقة وبطولة معانتها كانت دور مهم برشة وقعت نكمل في التمثيل حتيكش برنامج خمسة برنامج خمسة جاي بعد مسلسل قبلانورة زيدا مع حياة الفهد مسلسل قبلانورة اللي حتى في تونس نجح ورقيت برشة بنيت التينيجرز اللي هما عماره ما بين 16-20 تبعوه برشة خطر كين يحكي عالبنيت في اللي كل وبعد قبلانورة جاي برنامج خمسة كنا خمسة مديعين اينا من تونس جيد من لبنين مروه من الامارات وحامد من الامارات كنا كل جمعة نجيبوا معانا مديع من مديعين تلفزيون دبي وكل مره عنا موضوع كل جمعة عنا موضوع في اول ما بجيت البرنامج اخترت اني بش نحكي بالتونسي قلت عليش لي انا تونسية وبش نمثل تونس ونمثل شباب اللي يعيشوا في الامارات كتونسية وقتا انا ديجا عملت قديش من مسلسل وكنت نحكي باللهجة الخليجية بعد ما طلع البرنامج يعني في البرنامج تحب تحكي حاج حكيت بالتونسي حلق تونسي اي وكننا عنا بخوفيل في البرنامج الكل مديع ويتواصلوا مع الجمهور المشاهدين تفرجوا فينا حتى عنا من فرنسا من زير من العالم العربي الكل يتفرجوا فينا دونك ما تقبلوش الجمهور اني اينا نحكي بالتونسي جيتهم شخصية اخرى ما يعطيش احنا ديجا كنا نحكي واقبل يعني على مثال ما تجيش اينا نعرف الوطن العربي فما تليثة لغات نجم تحكي بهم دي هو الخالجي والمصري واللبناني والسوري والسوري اكثر يعني دونك كيفش توصل دغاني تحكي سمحني تحكي تونسي هي دي هي المشكلة اللي كانت انا قلت عليش لي انا المثل البرنامج يتكلم على الشباب اللي عايشين في الامارات اداة القانات سامحت لك بهذا اي ما عندهم حتى مشكلة معناتها انا بالنهاية اعلمية كسوان نحكي بالتونسي ولا بالخليجي ما عندهم مش مشكلة المشكلة كانت في الجمهور ما اقتنعش انه انا شخصية اللي شوفها في الدراما الخليجية تحكي بالخليجي وتمثل الطفلة الخليجية ما قننعوش كيفاش انا قاعدة نحكي بالتونسي دونك ادارة القانات قالت هدي مش نعتدروا منك بارشا يجبك مش ترجع تحكي بالخليجي قلتولهم انا ما عندي حتى مشكلة اما كانت عندي الفرصة اني نحكي على الشباب التونسا واستضافت بارشا عبيت في البرنامج نرجو شوية نحكي وعلى مصر ما تتمعش بش نشوفوك يعني نجمة في سينيما المصرية كيما قلت لك انا بجيت في الخليج والدراما الخليجية اللي نحب الحاجة اللي نحبها فيها بارشا نص قبل ما يتعدى للتصوير دجافة ما رقابة دونك من ناحية المواضيع من ناحية اللبسة من ناحية كل شيء حتى في مصر قريب مني حاجات ما تتعدىش الليميت متاع غداية دونك انا مرتاحة في الدراما الخليجية على خاطر ما فاميش اغراء او بارشا حاجات انا قريت في مصر سينيما معنطا قاعد بريوتي قريت سينيما في مصر كان صعب شوية علي بش نتأقلم تعيش في بلاد منظمة بارشا استريكت بارشا طيب اللي بشكروك في مصر لا لا بالحقس نحبها مصر اما انا طبيعة شخصيتي ما نجمت شنة اقلم في مصر اما السنوما المصرية هي ننظر وعنرف يعني كيفش اكيد بالعقس انا كانت جيني فرصة ما نقولش لي ودي جات قابلت مع محمد سعد اللي عمل دور اللمبي في مهرجين دبي سينمائي وحكينا وقلت وانا مش كنت اراني ما نتقنش اللهجة المصرية كان يقول لي اهو يهودا بتتكلمي مصري يهودا وكانت فما فكرة اني مش نعمل حاجة امام ارتباطي بالبرنامج وفي الدراما الخليجية ما خلنيش معك بيك اعترك في مسائسة في مصر وقلوك بي سيدي احكي خليج بالعقس ارتح وارتح حكيك انت بهي دنك الي نارjo انت في روتانا فما برش عبيدي تشاكيو من روتانا كفنانينو كاعلاميين خارجو انت تاوك انتم تنظامت لقروب روتانا شنوا كيفش يعني انا مش اول مرة ننظام روتانا كنت قدش من عام التاني قدمت برنامج جاهلة مع مجموعة من الزملاء كانت فترة كن بش نقدم البرنامج وابادي اكفضلت اني جيلتون مش نعفي لفاكوص متاعي دونك ما كملتش سنة رجعت بعد ما كملت مسلسلتي اقترح علي تركي شو بيني هو مدير روتانا خليجية هدي علش ما تكونش معانا في روتانا خليجية في برنامج سايدتي بحكم علاقاتي في المجال الفني كفنانين بحكم خبرتي في المجالة ذي وسيخطو اينا قريتو قلت له علش لي انا طوا معاندي حتى تغناج علش لي خديت البرنامج قبل رمضان بشهريين معانتا كنت سايد سيخ سايد كل يوم اقدم في البرنامج مبعد حكيت معاهم انه انا عندي تغناج وعندي تصوير دونك نحب نكون معاكم ونحب نكون زيدا في المسلسلتي بصراحة انا ما عنديش مشاكل مع روتانا على خطر كيما قتلك مجيدنا تركي شو بيني ما هوش سالم الهندي اغلب يمكنني تشكيه هم الفنانين اللي مع سالم الهندي في ممكن روتانا موسيقى انا ما عندي حتى ما عنديش مشاكل حمدوله اوكي هدي يعني طوا الدومين هدي الكل كأعليم او تمثيل او فان الكل وغراب انتي تخصص متاعك اعليم عليش مشيت للفاق يعني للتمثيل يعني التمثيل اهويك اكثر من التقديم يعني تغرامت بالتمثيل اكثر التقديم كما تعرف انش تكون انش هوداء معانتها بشخصيتك بثقافتك كيفيش تحكي مع ذيوفك باقراندي عندك فالتمثيل قلت حاجة حلوه برشا وخليتني التوا معانتها بالحق ما نجمش نسيبه اللي هي تقدم شخصيات لتنجم تعيشها في الواقع وتدخل في شخصيات معانتها تكون غريبة عليك دونك تقدم شخصيات مكش انشي هوداء وفي التقديم نقدم روحي كهوداء اذاك عاليش ما نحبش نخليهم نزوز احكي لنا توا على الموضوع متاع يعني البرنامج المحتوي متاعه احنا في برنامجنا كيما قلت لك هو مرتبط مجال سيدتي عنا الجوين اللي تتخيرها لكل اجتماع فن ثقافة مطبخ اجتماع طب كل شي دونك البرنامج كل يوم الستة للثبانية على روتانة خليجية بتوقيت دبي مطيثة للخمسة بوقت تونس عنا طب فناني تقارير اخر اخبار سعودية الاخبار اللي تخص المرأة السعودية والعربية المرأة السعودية قاعدين تحكيوا في المشاكل اللي تتعرضلها من قبل الدولة يعني المشاكل ونجاحات ونجاحات الزوز في نوصلة بربي والله المرأة السعودية طورت بشكل كبير 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 برشا واستضفت برشا سيدات سعوديات اللي نجحوا كسوسوا في السعودية ولا برسعودية على مستوى ثقافي على مستوى الطب على مستوى يعني جميع المجالات المرأة السعودية اثبتت وجودها حتى بالنسبة للمرأة الخليجية عموما وكما قتلت فما مشاكل وقضايا اخرى كما سياقة الكرابة معناتها في السعودية مشكلة للتوى المرأة السعودية بين ضد ومعا كما فما برشا سي عاملوا شعارات وعاملوا مظاهرة وعاملوا مشاكل بش المرأة تسوق الكرابة كما برشا سي منهم سيدات اعمال منهم هما الاكثر من الطبقة الراقية في السعودية اللي هما ضد انه المرأة تسوق الكرابة غير مسألة سوقان الكرابة فهمة مسائل مشاكلهم مع الخدمات مشاكلهم مع رجالهم دونك عندها برشا قضايا المرأة السعودية حكنا شوية مشاكل رجال هما ورجال هما معناتنا تحروا قضايا جوانغ مش نبش نقول لك قضايا معنات المرأة السعودية عندها وضعها الخاص انه ممكن رجلها يخذ عليها واحدة او اثنين ممكن قضايا توصل قضايا الارث دونك برشا حاجات تخوصل الرجل انا في تونس ايضا ان شاء الله لي يعني بالمونيس بان شاء الله لي من صورش في تونس بخاطر تونس هداية مكسب معناتها من صورش بعد قدش من عام بشي تجي المرأة ولا راجل تونسي بشي تراجع على المكسب هيدا وهو راجل تونسي في قرارة نفسه حتى اللي يقول انا نجو ناخد اربعة هو يعرف في قرارة نفسه هو مرأة واحدة وان شاء الله بشخالي زيدي اخد اربعة مبسيب به هداي دونكينت يا عايشة البارة احويل تونس بعد الثورة قاعد تفرش المجلس تأشي في قاعدة طبع شوية قاعدة انا معناتها مني صارت الثورة قاعدت نتبع ونحاول بش نتبع قدم النجم اما مش كي ما تتبع من البرة وتشوف الاعلام كي ما تعيش من داخل على خاطر الاعلام في تونس والاعلام في العالم العربي ككل يعني مش هو الصورة الحقيقية اللي تشوفها نعطيك اجزامبل بعد رمضان قد مش نحبت لتونس وكانت فهمة مشاكل معناتها في تونس كي تشوف الاعلام تقول تخاف وتتقلق مي كي هبط لعيشة كي ما هي بان فما حاجات تتبع جيد شوية سيركولاسيون ما بين القصب وبردو كهو لي ما هيش سيركولاسيون انا ولا عندي خوف من ناحية الامنية في تونس قبل بتات تخرجش كي ما تحب تدخل كي ما تحب مش كي ما توا توا والتي تنحس بالخوف وفما نقص من الامان في تونس للأسف وقالبي يجعني على خاطر هك الكل ناكي دونك هده احنا اليوم جيتا كينا على عشية نحتفلوا بعيد المار هالحلقة باوم ساجلة لابسين الزوز بالأحمر قاعدين نشوفوا في كاستي يزي توا خالينا نمشيو هكا نشوفوا تعرفوا شاي على الفاميين بتاعك نشوفوا بيتهم خلطة ومن بعد عندكم سيري بريز اقعدوا تابعونا اشتركوا في القناة 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 والفوق البيئة احلام من هنا ما انتها من بيتي احسن لتاقس خائب لا تاقسي سرح له اشتركوا برد انتي ليه بسعونا ليه لك الحب ان يكون الصباح فرش في الجهة ربي كما يقولون جمشا موسيقى 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 في بيريس، لذلك كان سليم سنباتي فعل الخرطة وانا بالمناسبة للأخوة والأخوة 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 ماذا تقول لنا راجي؟ نحب أن نقول لنا نحب برشة هودية ونشكرها برشة ومتعبتها برشة ومتعبتها برشة ونسلم على جميع الناس في دبي كيف تقول لنا برشة هودية؟ كيف تقول لنا على هودية؟ مديم سليم حاشم؟ نحن نسل في طيارة أليس الأخوة كنت أتكلم بقناة أن هذه أحضرها. هل ذكرتك ديمايك أن تخرج مع أخيتيك؟ نعم أتأثر مع أخيتيك. هل أحد الأصحاب بغض الأخير السلما أو الحلمي؟ حلمي ببطء الأخير، يتخبرون أنفسي. في تونس سليم مبازنا هي ديما وراجي وبسك إنه في العالم أولئت بنت الدائرة له. لكن حلمي أننا نخرج وحلمي بغض الأصحاب. هذا هناك حلمي في دبي خاطر قريبا معي؟ أغلب الوقت أنا في دبي لذلك هو جيمة معي لذلك هو عاش في دبي لكن سليم هذا كيف؟ كيف نذهب إلى تونس؟ نفرحه بعضنا برشة بوهو دي ما عرفتش توا سليم وحلمي وانتي شكل أكبر؟ أنا عمدي نورا الكبيرة بالكولت عيش في باريز وعندي أيمنا في دبي معايا ومبعد أنا ومبعد حلمي واخر واحد سليم دونك تباركا لأنتم اوكي زوز بنتو زوزولي دا حكينك كنتو صغار شكينو عاملين فيك؟ شكينت عاملة فيكم ودي؟ هو خلي يحكي لك شكونت عاملة فيكم؟ شكونت عاملة فيكم؟ نذكر كانت ودي تقرأ كانت هي تقرأ وحنا وانو حلمي إن بديو نطايشو في اللوعب دا هي تقرأ وتعيط خليوني نقرأ وانا ومرة ضايش تلت دب دوب ومرة فردت سبادري وانتني حاصيلو ما خليواش تقرأ جملة عملنا فيها؟ ليه عملنا فيها؟ محاطين عملت فيهم عملت فيهم شوية كنت صغيرة جيمة نحب أن ننظم لهم بيتهم وماما معلتها ومقلتني بش أنت لهي بيت سليم وحلمي اينا نظمها منا وهو ما يهلكها منا ولتوهم هبليني راه ولتوهم ما يسمعش لك ليب حضر روحك ميلا؟ ميلا بش أنقضوا ديمة هبلين هبلين حضراك بوتي راجي شو عامل فيك سليم؟ مالي لبيش لبيش سبا هو دايما دايما احنا في دارك واما كنك مش موجودة حكينا شوي على دار على الفامي اينا ماما كنت صعيبة 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 برشا مع أنت تاوى شوية مع أنت خفت شوية مصعوبية بيس كون نحنا زيدا كبرنا بركنا نحنا خمسة وكونا متعبينها برشا أختي نورة الكبيرة شيتانة قيمنا عاقلة سليم وحلمي تعبونا أفا ما يسمعوش الكلام أما معينا سبا تمشي لقوم وناخذهم بسياسة مع أنت صحابنا ويهم ناخذ منهم اللي حاشت بيه الكل ومبعض ندور عليهم المشكلة اللي نحنا معنا نسيفرو برشا نمشيو برشا نتوحشو بعضنا برشا وكيننا نلقى بفرصة بش نتقابل ونتقابل ونقعد مع بعضنا كل شيء بو ان شاء الله ربي خليكم لبعاثكم احنا مزل عنا نهاري اخر معاك دونك كما قلت لكم اقعدوا تابعونا موسيقى 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 نحنا نقعد في السندبيت ماشكورين جمعت السندبيت خليونا نسورو دونك مش حكيو على قلبك احكي لنا تاو شون في قلبك فاما شكون فاما واحد فاما عرس فاما عبد الحبو احكي لنا اول حاجة صحيح انا نجي ونقعدوا هنا نحب هالبلاسة هذي على البحر ونرتاح فيها على الاخر وكيمش نحكي على قلبي ساعات نحبو ناس هاي تصحيح ما وجود الحب مناش مش نعيشوا من غيروا امام ساعات ممكن نحبو ناس غالتين في حياتنا ولا نس كيمش نحبو ناس غالتين في حياتنا ومعنطا اينا جو بخافيغ نبعد الى ان يأتي مايو حالو ذلك وانتي توش قررت بصوعد ولا لي؟ اخدي ديسيزيان مش نبعد اي 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 قتلي دانك وديدي ماجينتي واخويتك الهني تاسهروا سنبيدو الدار كتابة الهني في تونس وكتابة في دوباي شانجاو؟ الدارو كابالي كابالي صحيحة في دبي اكثر الوقت نخدم نخرج نتعاشا وكي نبدأ من نخدمش في الوكايند ولا حاجة نمشي اينا واخوية حلمي ونمشي في كاباليز وعلا بلايسنا كما هكا كما سنتبيد في تونس نحب نقعدوا فيهم ديما نتعاشيوا فيهم ونسهروا فيهم بيهو ديتاو اينا رجعت شوية هكا وبش نرجع قولي توا يعني قتلي لي وعبيد ما نحبوهم سيحكينا اللي ديتا يعطينا حكاية هكا يعطينا هكا يعني كلمتين وكاهاو فسر لنا اكثر خنفهم وخالفهم وجمهورك والاي انا تلمون تليهيت في الخدمة معنطا ساعات واحد جنسة روح وكي تليهي في الخدمة عشت قصد حب وكيت من طرفين ومن بعد ظروف الكل مكنتش معانا الاثنين وتعبني برشا لانسينا ذي دونك انا اخترت بش نبعد على خاطر ساعات كي تتاب من حاجة سيئة معانطا تحب ترتاح معانطا ما عادش تحب تتكمل فيها تحب ترتاح منها بش باكيني راهو اذا كش نحب دونك ابعت له مثال نقولوا ربي سيمحك علي عملته الكلو انا من ساورش كي نهار عملت حاجة خايبة وربي سيمحك وربي يهديك زيد اشنا وافش نزيد نقولوا يزي عليه هكا دونكو يدي من دراما لسيليما يزينا من دراما متاع الحب اشتاج متقل ولاي انا خدمت فيلم اماراتي طويل الكاتب والمخرج الاماراتي جامل سيلم هو كاتب كبير بارشا عنا في الامارات وكان اسمه حب ملكي شوفت من الدراما والحب ما خرجنيش اسمه حب ملكي كان يحكي على قصد طفلة حبها كما نقولوا نحنا عارف ابوها اللي يخدم معها واللي هو كما نقولوا نحنا شيخ اللي هو عنده بوفا وعنده فلوس وعنده كل شيء وفي نفس الوقت كان يحبها مش يكونوا معها في الجامعة اما هي ما كانتش حاسة به واضطرت بطريقة او اخرى انها تاخذ السيدة ذا اللي يخدم عنده ابوها وصارت الظروف والفيلم هذيه انا هو شارك في مهرجان الخليج السينمائي نعتبره فيلم حلو بارشا واغلب الناس اللي شافوه اعجبهم كان فيه بارشا كوميدي وكانت تراجيجيا في اخر فيلم اللي صدمت العباد والفيلم هذيه انا اول فيلم نخدمه وهو من بطولة بطولة دكتور حبيب غلوم وممثل من الامارات ومجموعة كبيرة من نجوم الامارات الفيلم بالاسف ما اخذيش حظه واينا اول تجربة سينمائية عندي عجبتني الحكاية وان شاء الله تتكرر مع انت بوغطان فيلم رواقي طويل كان مفروض يخذ حظه اكثر والقصة حلوة وفيه برشا حاجات لكن للاسف ما اخذيش حظه للاسف بعض المهرجانات عنا في الخليج ساعات يكون فيها شوية عنصرية ما تكونش محايدة مثل المهرجانات في اوروبا ولا في غيره وفي تونس في تونس والله ما صارت ليش فرصة باش نخدم في فيلم تونسي ان شاء الله بعد سنية بعد المسلسل اللي كان ربي سهل ان شاء الله باش نخدم في تونس ان شاء الله تكون فرصة اللي نخدم في السيليماتونسي انتوا ديكي جي لتونس شوان اكثر البلايسي يعجبوكن والاي انا نغمال ما معنتا اكثر حاجة جي ما تلقان يقعدا في الدار يجيوا الفمي باحذينا نتلموا الكلنا نحب يسر قاعدة الدار والفامي وكل شاي نحب نشوف بلايس جديد في تونس ما مشيت لهيش تقبل بلايس عندها قيمة سيخطوط تاريخية يسر يهمني نعرف أكثر على تونس كل ما نزيد نشوف كل ما نزيد نشي قولي اتا كتاب دفي دبي تتسمع غنيت وحشان الدنيا في بلدي عايزة روحة 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 ايه عنجي الفيروتانة كيبدا يعنو المكياج كل يوم يحط لك ررسميحة يقولي بعنتها يقولي شنوا هودية وحشت لونس تحب تروحة لطوس كله بانسويغ بلادي ما فهم حتى حد ما يتوحش بلاده تتخينا ظروفي كانت اني انا عشت وقريت غاديكا وكملت تحياتي اما صدقني فما شو يهد يرتاح قد ما يرتاح في بلاده نحب نقول الحاجة نتمنى المشاهدين في تونس يتابعوني في الخليج بالحق خاطر اينا شفل السؤال التونسية اللي ينمثل في الدرامة الخليجية وان شاء الله نكون مفرحهم بالحاجة اللي قاعد نقدم فيها ويتابعوني في برنامير سيدتي وكي تطلع لك واحدة جيتماثل وتحكي خليجي وي تونس مرحبيبها بالعكس انا نعاون معناتها بالعكس بالعكس على الأخر نفرح اينا منيش اليوم ولا البارح بديت طوى من الفين وارب عبديت بالعكس نفرح والدليل اني حتى في برنامجي بحكم ذروس السفر عندي تصوير في تونس معناتها نجي جبت مذيعة معايا ودربتها وتعبت عليها بالعكس منيش من سياء لا لا هي سعودية لكن حتى لو كانت تونسية بالعكس معناتها فخر لي اينا انه انا بش نعاون حد من تونس واحد مش حلوى يتكلم على روحه وبتيت خي صحابي في دبي نجمو يقولوا لك انا اينا الحسابة اثنى من الحلقة في دبي ان شاء الله عليش لي تباونة تابونة ما رحبي بيكم في اي وقت وامشالله على حسبكم مرعان تحسن ظن المشاهدين كما يقولو نتقابل في حلقة جنبري مجلس تارتاي من خليل كلمة الأخرى الهوداء نحب نشكر القناة تونسنا على الاستضافة هذية نورتوني في داري ولا حتى في سندبيد وميرسي رندا إن شاء الله ربي كسر منك الموديعات في تونس اللي تخي جانتي الفريق لكل مشكولين أعطيكم الصحة إن شاء الله نشوفكم في أعمال تونسية وتشوفوني في أعمال تونسية وجزء الثاني في دبي ما تنسيوش تبعونا تبح على خير تبح على خير